أعلن مسؤول حكومي أفغاني والأمم المتحدة الخميس أن حصيلة هجوم طالبان الذي استهدف ليلا فندقا في كابل ارتفعت إلى 14 قتيلا ودوت طلقات نارية عصر الأربعاء في مركز الضيافة بارك بالاس الذي كان يستقبل عشرات الأشخاص لحضور حفل موسيقي أفغاني قتل خمسة أشخاص في هذا الحادث بما في ذلك مواطنون أجانب وأصيب خمسة آخرون بينهم أجانب سكان محليين فرق التحقيق تعمل لإيجاد الجنات على الهجوم لأنها لم تبدأ مع وقوع انفجار في البوابة الرئيس أو قتل الحراس وإنها بدأت من داخل الفندق لذلك فرق التحقيق تعمل على معرفة كيف تمكن هؤلاء الإرهابيون دخول بيت الضيافة وتشهد أفغانستان معارك شبه يومية بين القوات الحكومية ومتمرد حركة طالبان الذين باشروا الشهر الماضي هجوم الربيع الذين يشنونه كل سنة مع تحسن الأحوال الجوية ووقع الهجوم غدا تزيارة لرئيس الوزراء الباكستاني نواس شريف إلى كابل حيث أكد عزمه على مقاتلة الإرهاب إلى جانب أفغانستان ترجمة نانسي قنقر